نقطة جمعية اللي عبيد المحترفين أنا يا جماعة بسأل تساؤلات بريئة تساؤلات بريئة جد إمتى الانتخابات بتاعت الجمعية دي؟ إحنا منعرفش غيرك في الجمعية دي يا كابتن مجدي تمام؟ فين اللايحة بتاعت الجمعية؟ هيا ليها اللايحة؟ ليها؟ ولا إيه ولا هاش ولا مش عارف؟ وحاولت أسأل والله بس ما فيش أي إجابة جيل فيه غموط في الموضوع فيه غموط في الموضوع والدعم اللي بيجي الجمعية ده بيروح فيه؟ الدعم ده بيروح فيه؟ الجهة الرقابية مين؟ بس أنا أطمنكم فيه تحرقات تجاه الجمعية دي تمام؟ فيه تحرقات سواء من هنا تمام؟ أو من الاتحاد الدولي لكرة القدم للمراكبة على الأمور دي على كل النقاط دي اللي بتخص الجمعية اللاعبين المحترفين من ساعة معرفتنا الجمعية دي وننشوفش غير كابتن مجدد ونش بفود ليها انتخابات ولا الوضع ماشي ازاي؟ ولا هي ماشية كده؟ بالوراثة؟ أعايز أعرف؟ دي برضو تساؤلات طيب أنا لو هتدنى وانزل للمستوى ده من الكلام لو هعمل كده عندي ملفات كتير جدا ممكن أسأل فيها منتهى الأدب والاحترام والأخلاق اللي هتربت عليه وتعاودت عليه وطالما بزر على الشاشة دي ولو ظهرت على أي شاشة تانية حضل بأخلاقي وتربيتي حلو؟ حلو أنا عايز أعرف دلوقتي قصة البنطلون يا كابت النجدي وتباهيك بالقصة وتطلع تتكلم فيها في الإعلام ورغم كده الغريب ان البرامج بتستضيفه يعني عنده اعتراف بقصة البنطلون دي أنا مش هاضح أحكي بقى القصة لان انا أخلاقي ما ننفعش أتكلم في الموضوع دي لكن هو الرجل بنفسه يعني طلع تتكلم فيها في إحدى البرامج التلفزيونية اللي بيتوا من الإزاز ما يحدفش الناس بالطول في الجوانب دي تحديدا تمام؟ طيب أنا عايز أسأل الكابتن مجدي عبدالغاني سؤال ليه يا كابتن مجدي ليه يا كابتن مجدي تم استبعادك من بحثة المنتخب في كاس العالم حلو قوي دي صور ايه؟ أو دي منشتات لمواقع هل ده يا جماعة وده تساؤل ليه علاقة بيه كسة الملابس وفجدان ملابس المنتخب عشان كده تم استبعاد الكابتن مجدي عبدالغاني تساؤل أنا باسأل فيه منشتات تايق اهي الناس والمواقع ربطة الكسة دي بديه فالتساؤل هنا هل فيه ربط ما بين دي ودي ولا لأ ادي كسة ايه؟ استبعاد وفجدان الملابس الخاصة بالمنتخب طيب أنا بقى واحد لو ارجعوا لي يا جماعة لو أنا واحد دلوقتي نيتي وحشة ولو واحد ما عنديش أخلاق سهل قوي سهل قوي يا كابتن مجدي اروح بعد كاميرا لإخوات حضرتك تمام؟ واسألهم ايه مشكلة المراس لكن ده مش اسلوبنا دي مش طريقتنا مش احنا لنعمل كده لان دي امور شخصية مش هنتطرق ليه ملناش دعوة بس واحد غيري كان ممكن يعمل كده تمام؟ فبالتالي الأمور واضحة لكل جماهير النادي الاهلي وضوح الشمس وحنفضل ندافع عن كيان النادي الاهلي في التوقيت اللي المفروض زي ما بيقول الكابتن مجدي عبد الغاني إنه هو ابن من أمناء النادي الاهلي المفروض إنه يطلع يكون بيساند وبيدعم النادي الاهلي بيساند وبيدعم الفرقة مش هو ينتقد مسلماني ويتاريق على مسلماني ومش عارف يتاريق على مين ويتاريق على مين ويجتم مين ويتجاوز في حق مين وكلام مين ده المفروض يعني فدي أمور أنا حبيت أوضحها لحضراتكم وأنا عايز أقول كلمة أخيرة قبل ما أطلع الفاصل العيل عيل بتصرفاته والراجل الراجل الراجل بأخلاقه وباحترامه والبنى آدم اللي بتبقى له بعد ما يموت السمعة السمعة هي اللي بتبقى السمعة هي اللي بتبقى فده كان كلام مهم جداً والرسايل الهم لم نتجاوز لكن في نفس الوقت احنا بنسرد حقائق قدام جمهور النادي الأهلي وبنكشف أسباب القراهية تجاه النادي الأهلي من قبل الكابتن مجدي عبدالغاني لاعب المريخ البورسعيدي السابق ولاعب النادي الأهلي الأسبق هروح لفاصل سريع ولسه عندي تفاصيل تانية حتكلم فيها استنوني بعد الفاصل